بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسنا اليوم إن شاء الله يا سادس يتحدث عن الجنة والنار وإحنا قد أخذنا دروس عن مشاهد يوم القيامة وتعرفنا على الحساب والبعث واليوم رح نأخذ آخر مرحلة من مراحل هي مشاهد يوم القيامة اللي هي الجنة أو النار خلنا نشوف النشاط الموجود في بداية الترس عمل شخص عملا حسنا ولم يكافأ عليه واحد عمل إشي كويس وما حدا كافأه هذا ظلم وشخص عمل عمل سيء وكمان ما حدا عاقبه كمان هون ظلم لأنه هيك بيستوي اللي عمل الإشي الحسن اللي عمل إشي سيء مع بعضهم البعض ولا يستوي العمل الخير مع العمل السوء من عدل الله سبحانه وتعالى يا سادس أن جعل هناك يوم قيامة والله سبحانه وتعالى من كمال عدله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأرشد الناس وحذرهم من الكفر والفسوق والعصيان فعندما أرسل الأنبياء حتى يخبرنا بأن هناك حساب يعني رب العالم المات يحاسبنا بدون ما يكون مخبرنا فالله سبحانه وتعالى أخبرنا وأنزل لنا الأنبياء وعطونا كل الحجة حتى ما يبقى لنا حجة يوم القيامة فلذلك بعد ذلك سوف نحاسب على كل عمل نقوم به إذن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هناك يوم قيامة وأخبرنا أنه في أوامر وفي نواهي عن طريق الكتب السماوية وإرسال الأنبياء وبعد ذلك أمرنا أن نتزم بالأوامر فمن آمن واتبع دخل الجنة ومن أساء دخل النار سنتعرف على الجنة التي إن شاء الله نكون من أهلها الجنة هي دار السواب والنعيم المقيم إذن هي جزاء المؤمن السواب والنعيم اللي أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين يوم القيامة جزاء لما عملوا به من خير في الحياة الدنيا إذن هو السواب للنعيم اللي أعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الحياة الدنيا طيب ما هي وصف الجنة؟ شو وصفها موجود عندنا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصف له الجنة خلنا نتعرف على بعض الأوصاف عرضها كعرض السماء والأرض شوفوا كبرها هي واسعة عرضها مثل السماء والأرض تخيلوا كداش السماء عريضة كداش الأرض واسعة لسه الجنة أعرض بين السماء والأرض اثنين لها أبواب ثمانية ومنها باب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون لإحنا الآن صايمين شهر رمضان شان ندخل من باب الريان يدخله الصائمين وقصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة يعني حجر من فضة وحجر من ذهب يعني بناءها صحيحنا البيت مبني من حجارة لكن بالجنة مبنية من الذهب والفضة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعددت العباد المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي يعني رب العالمين أعادلنا بالجنة إشي ما منقدر نستوعبه ومنقدر نفكر فيه ولا حتى نتصوره طيب الآن في عندنا الآيات الكريمة نستخرج منها ما أعضه الله من نعيم قال تعالى ولباسهم فيها حرير أي يلبسون الحرير وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أي يأكلون أنواع مختلفة من الفواكه واللحوم قال تعالى يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أي يشربون ماء وبطعم الزنجبيل آخر إشي وندخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ودخول الجنة طيب الآن نحن نتحدث عن النار ونعوذ بالله من النار اللي هي ما أعضه الله لعباده ما أعضه الله سبحانه تعالى للكافرين جزاء وعقوبة بما قاموا به من كفر وفسوق وعصيان طيب الآن في عنا الآيات الموجودة بدنا نشوف فيها أنواع العذاب قال تعالى إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إذن الكافرين رح يتقيدوا بسلاسل يوم القيامة وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقُطَّعَ أَنْعَامَهُمْ إذن وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ هون جزاء الماء المغلي اللي رح يقطع أمعاؤهم الآية الساسية فمؤواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أي أن النار ستكون سكناً لهم ومكان لا يخرجون منه فلذلك نحرز دائماً يا سادس على دعوة الله أن يدخلنا الجنة ونعوذ بالله من النار وإحنا الآن في شهر رمضان شهر استجابة الدعاء دائماً نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يبعد عننا النار وأن نستشعر مراقبة الله تعالى في سرنا وفي علننا وإذا أذنبنا أي ذنب وأخطأنا أن نتوب ونرجع إلى الله تعالى طيب خلينا الآن ننتقل لحل الأسئلة السؤال الأول أبين معنى الجنة الجنة هي دار الثواب والنعيم المقيم الذي أعده الله تعالى لعباد المؤمنين أما النار ما أعده الله للكافرين عقوبة جزاء على كفرهم اكمل العبارة الآتية من صفات الجنة أنها عرضها كعرض السماء والأرض قصورها لبنة من فضة ويبنة من ذهب وأن لها ثماني أبواب هيك بنكون كم من ندرسنا لليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر